هل نروح مع فؤاد حيدر ونشوف إيش وقفاته العالمية لليوم صباح الخير غادة صباحك يعني أخبار كتيرة رح نبدأ اليوم مع عرض عالمي رح تشهدوا مدينة الرياض من يوم الجمعة يعني بعد بكرة وهو Thriller Live للنجم العالمي مايكل جاكسون الراحل طبعا العرض رح يخدكن برحلة غنائية استعرضية لعمل مالك الباب ورح تستمر للشهر كامل فأكيد ما تفوتوا عليكم البطاءات اللي متوفرة من موقع رياض سيزن دوت اس اي يا الله قد ايش هذا الانسان مبدع ترك آثار 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 كثيرة على أجيال ورح يترك بعض على أجيال متتالية هذا هو القوة يعني انك انت جين ما عاش معه خلينا نقول ما عرفه فجأة يعمل حركاته لسه بيلبس لبسه وقد ايش هذا الانسان كم هيدا اللاقسي طبعه رح تبقى حيه لو مهما صار ومن مايكل جاكسون اللي حاز على جواز عديد عالمية خلال مسيرته الى احد ابرز الحفلات الغنائية السنوية وهي الامريكن ميوزيك اووودز ويمكن اكبر رابحة هيدا السنة كانت تايلا سويفت يلي حصلت على مجموع ست جواز من فنين العام او الارتست of the year وفيديو العام وايضا جائزة الالبوم المفضل كما حصلت تايلا على جائزة نجمة العقد او الارتست of the decade ومن ابرز الرابحين ايضا خلال الحفل كانوا بي تي اس يلي سجلوا ارباح ساحقة ايضا مع مجموع عدد جواز وصل الى ثلاثة وهني جولة العام وايضا جائزة الجروب المفضل ايضا غادة من الفائزين واللي ما ذكرتهم بالتقرير كانت في عنا اغنية سينيوريتا لكمية كبيرو يلي مضى الحدما سماعها ورقص عليها هيدا السنة صغار وكبار يعني هذه الاغنية اللي انتشرت فان عندها الصغير قبل الكبير كلها محبوها بس بدي اوضح كمان معلومة غادة وللمشاهدين ايضا عن تايلا سويفت لانه تايلا سويفت باخر ثلاثة شهور كانت عم بتعاني كتير مع حقوق اغنية حقوق ملكية اغنية حتى انه من بعد الصفقة اللي صارت مع الركض ليبل اللي كانت هي بتنتمي لقلو وسكوتر براون اللي كان الماناجر طبعا بوقتا خسرت حقوق اغنية البورتفوليو طبعا كلها اللي بدأ من عام 2006 لحد اليوم ولكن واخيرا هيدا الاسبوع غرد سكوتر براون وقال له فيك التعمل اللي بدك يا تصرفي باغنيك وشفناها بالأيامينز اللي هلأ كنا عم نحكي عنهم على المسرح عم بتغني اغنية فأكيد من الا مبروك يعني يعني اشي حلو كمان الواحد خيلة من الواحد ينحرم من اشياء انعرف بيها او نحبيها شغلك تعبك شغلك وتعبك بس الحمد لله هي رجعت وربحت كم جائزة ستة جوائز واو يعني اعطيها العافية ومن توزيع الجوائز الى افضل فيلم على شوبك التذاكر هالاسبوع وهو فروزن تو فروزن تو يعود بعد اول جزء يلي صدر عام 2013 وهالسنة ايلسا واختاءانا واصدقاؤن راح يتركوا مدينة ارندل برحلة الى غابة مليئة بالسحر والتشويق وايل راح تكتشف اسرار كتير عن نفسها وايضا عن مصدر ادراتها الخارقة وعن الحياة والسلسلة اللي طبعا راح تكون بصوت كريستين بيل ادينا منزو وجوش كات خانتاء ربعات اللطات انا لديك هذا نحن نحن أين نحن؟ غ Advent there is no people for a�� Oh magic is very a warning without just you She may lose herself to it A well راح الكم تعليقا على فروزن تو ح زببتس كن fe it angels عم يطلع المدير الإبداعي بوالد ديزني تقول أو يقول الحياة مش دايما سهلة والصعوبات راح تليحقك أكيد ولازم نتعلم نحارب لنصنع مكان لإلنا في العالم ونعمل الشيء الصح وهيدا هو فروزن 2 هو مليء بالمشاعر وبيحكي عن رحلتنا لنلاقي نفسنا ونكتشف رسالتنا بالحياة إذا بدنا نحكي عن فروزن 2 والنجاح اللي حققه الأوبنينج ويكيند الماضي يعني من الأربعة أيام الأرباح تخطط أرباح الأوبنينج ويكيند طبع فروزن 1 بعام 2013 يعني هذه بداية مبشرة بداية موفقة ويقولوا أنه أكبر أوبنينج ويكيند لفيلم أو سيكل أنيميشن بإطار الأنيميشن لدى أفليم ديزني هذا في الجزء الأول في الجزء الثاني كمانا كأوبنينج ويكيند ولكن هل مجموعة الأرباح طبع فروزن 2 هل راح تتخطى مجموعة الفيلم الأول لأنه من انطر الأسابيع القادمة اللي أنا أعرف وهذه اللي كله بيتكلم عنه فوق معقول بعد النجاح الصاحق اللي شوفناه في الجزء الأول معقول يكون في الجزء الثاني بس البداية البداية موفقة فخلينا نشوف ونتعرف أكتر أكيد لأيام المقبلة ومن وحل موسيقى أيضا اليوم سيلين ديون تعود بأول ألبم لألة منذ العام 2016 بعنوان كاريج وهو أول ألبم لألة أيضا من بعد وفاة زوجة بنفس العام يمكن أختتها 17 سنة تحتل المركز الأول بس سيلين ديون حطمت كل الأرقام ووصل ألبومها إلى المرتبة الأولى على لائحة بيلبود بعد ساعات فقط من طرحه وهو أول مركز بتوصل له منذ A New Day Has Come عام 2002 وبتقول ديون بأعتقد أني مرات بكتير بأخ 3 سنين والحياة أعطتني الأدوات اللازمة للاقي قوت الداخلية وللاقي الشجاعة والاستمرارية خلينا بداية نستمع مع بعض إلى كلمات لمقطع صغير من أغنية كاريج وهي الأغنية الأساسية تبع الألبم خلينا نسمعها سوا I think of you at least a hundred times إذا بتسمعي كافلي شو عم بتقول بالأغاني I think I still think of you a hundred times a day يعني بعدني لهلأ عم بفكر فيك وبعدني لهلأ يعني ما فيك تسمعي أغنية الرئيسية تبع الألبم وما تفهمي أنه فعلا كلمات الأغنية وكلمات الألبم لديهم مع أنه صار له ثلاث سنين راحل لزوجة إنما عودتها اللي جدا قوية معظمة موجهة إلى زوجة لأنه هي يمكن كتير كان واضح عليها أنه كيف زعلت وكيف تعبت من بعض رحيله يعني كانت من الفنانات اللي نادرة لمن أشوف أحد يتكلم ويعبر كان كتير هي كانت من جد بتعبر وكانت حزينة فحلو أنه ترجع بذكره أو أنه تحمله رسالة أقولك شو بعض من الناس كانوا عم بيقولوا أنه أوكي أغنية كاريج في عندها ترين أو بيت محدد طبعا عندها رسالة من وراها ولكن في أغاني أخرى من الألبم يعني أجاها بعض الانتقاد أنه لا يا سلين جيو ما فيك تروحي على الباب بيت اللي شوي فيها إذا بدك البيت الأقوى اللي بيرأس لأنه في بعض الأغاني اللي تعاونت فيهم مع الأرتيس غيرت شوي هذا الموت بس لا أنه أوكي توفى زوجة منذ ثلاث سنين وهي فنينة عندها آكايف لأكتر من أربعين سنة ما فيكم كمينة بعدين تجد أنا دايما أقول هم من اللي بيقول يقولوا اللي يقولوا هي أهم شي تعمل اللي يقصبها ولي ريحها والجمهور أكيد هو اللي حيحدد هذا الشيء شكرا لك ببساط معي اليوم شكرا لك